السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولو سلام فيكم أصدقائي ومعلومهم جداً متمنى تشاركوا هذا الفيديو حتى يوصل لأكبر عدد ممكن وصل بنسبة لأشخاص اللي ما بيعرفوا اللغة السويدية والأشخاص المقيمين بالسويد تحديداً نشر بنك نوردية طبعاً بنك نوردية هم أحد أكبر البنوك بالسويد إلى جانب بنك سويد بنك نشر معلومات عبر صفحته الرسمي أو حتى من خلال حساباتكم ما بتسجلوا الدخول بيطلع لكم هاي المعلومة أنه حالياً فيه رسائل SMS مزيفة عم تنرسل لبعض الناس أو بعض المستخدمين ما هو الجميع طبعاً بعض المستخدمين بيتم إرسال رسائل مزيفة باسم البنك أنه هاي رسالة من البنك وأنه البنك عم يقوم بتحديثات وهذه الرسالة بيكون فيها رابط أو حتى أحياناً بيكون هذا الرابط بيداعي أنه فيه حوالي مالية باسم الشخص المرسل إليه الشخص اللي بيستلم الرسالة على رقم تليفونه فبالتالي هذا الرابط هو رابط مزيف نتبهوا أنه ما تضغطوا على الرابط ولا حتى تصلوا على رقم التليفون اللي بيبعث هذا الرابط بس نمسحوا الرسالة بحسب ما البنك عم يقول بهذه المعلومات اللي نشرها ونصيحة تاني مهمة جداً كمان بالنسبة للناس المقيمين بالسويد أنه دائماً لما حدا بيتصل فيكم يعني أنا بالنسبة لي ما برد على الأقام الغريبي بشكل عام لكن إذا اتصل فيكم رقم وطالب منكم أنه تفتحوا البنك أيدي فلا تفتحوا البنك أيدي لأي حدا إطلاقاً ما مكان إلا إذا أنتوا كنتوا بنفسكم عم تتصلوا مثلاً على البنك أو عم تتصلوا على جهة مضمونة مثلاً مثل المكتب العمل أو السكاتفيركيت أو حتى المصارف بشكل عام غير هيك ما تفتحوا البنك أيدي لأي حدا حتى ما يصير فيه عمليات نصب واحتيال ويتم سحب أموالكم من دون ما أنتوا تحسوا إن شاء الله تكونوا استفتوا من هذه المعلومات برجع بأكيد شاركوا هذا الفيديو ليوصل لأكبر عدد ممكن من الناس حتى ما يكون ضحية النصب والإحتيال شكراً للمتابعة والسلام عليكم